إمتى يبقى فيه خطر لازم أروح للدكتور؟ لو لقيت إيه في جلدي؟ أي حاجة غير طبعية أي حاجة غير طبعية؟ أنا أديش هاي في جلدي كل يوم لقيت فيه حاجة فجأة سواء بقى بتقلمني فيه إحساس بالحرقان في دين فيه واجع فيه حاجة كبرت فيه حاجة بتاعمل صديد فيه حاجة بتاعمل قشرة فيه حاجة مش طبعية حصلت لازم دكتور بفعل الشيزار لأن السعادة تبدأ حاجة زيارة بليها مضاعفات أي تغير بيحصل لازم أروح للدكتور دكتور هاني إزاي أحمي بشرتي من هذه الأشعة الحارقة الشمس والحر؟ أول حاجة الوش برضو قبل منسة والبشرة صبون جلسرين بس؟ طبعا ولا اللوشن اللي بالشكل الفلاني ولا الغسول اللي بالعلاني؟ إحنا أولى بفلوس دي في الأيام دي إحنا أولى بفلوس صبونة الجلسرين؟ صبونة الجلسرين أغسل بها وشي بس وجسمي وكل حاجة وبعد الأكل ودي بتشيل ميكب؟ مع الدقيقة ده صبونة عادية ده صبونة عادية طيب نحمي البشرة إزاي؟ ده السؤال المتكرر من كذا حد وطبعا الشعر من أضرار الصيف والحر والعربة هخرج الصبح طبيعة عملية ظروفية تقتدنها مش في الشمس لازم أمغطي رصي كاب برنيطة الرجالة السيدات فيه البرنيطة البعض سعادية طالع موضة وحلو وشكلها حلو وشكلها مش عيب يعني تمام مامشيش في الشمس ما غيرها شمسية اليد شمسية بيضة كده تبقى معاي وماشي شكلها حلو واحترام ما فاشح يتضحك ده وسائل فعالة جدا لحماية الشعر الشعر والجلد والعين ومتحمين من ضربة الشمس كل ده أسهل حاجة يعني أنا مقتدر قوي وانا شايف أنه يعني مالوش لازم أترابل المسك الشمسية حط كريمات وقم الشمسية على الأماكن اللي بتتعرض يعني أنا لابس بكم طويلة يبقى إيدي وش بنص كم يبقى دراعي طيب الناس هنا بتسأل برضو نظرا للغلى وارتفاع الأسعار عايزين حاجات طبعية يا دكتور هاني ليه إزاي نحمي وشينا من الشمس زي ما قلت حضرتك أكتر من فكرة كاب كاب بس مفيش حاجة مش محتاج كريم وغير الشمس طيب ولا محتاج أي حاجة الشعر الشعر طبعا يعني عشان خاطر فيه ناس بتنزل حمامات السباحة أه وبتروح البحر طبعا البحر الملح هيقصر عليه حمامات السباحة كلها هيقصر عليه نعم الحاجة بسيطة جدا فيه زيت اسمه زيت اللوز الحلو زيت اللوز الحلو وفيه زيت اللوز مر اللي هو زيت اللوز يبنكو الحلو الزيت بتاعده ده قبل البحر بنزل الميا كبير أو صغير ست أو راجل أو طفل بدل الشعر بزيت فلما هنزل الميا ده بيكون فيلم على الشعر هيحميها من الكولور من الكيميويات من الميت البحر من الملح وغير شيء أي فده اشتركوا في القناة